ترجمة نانسي قنقر أخذ ذات اليمين لأن عبد الله بن ريقد اخترق بهم وادرهم إلى الآن في طريق الهجرة خمسين كيلو عن المدينة فدخل بهم من جهة قباء فأخذ ذات اليمين وجهة قباء في عالية المدينة أعلاها واليمين منها فجمع صلى الله عليه وسلم الحسنيين العلو واليمن ونزل صلى الله عليه وسلم في بني عمر بن عوف في قباء وكانت صحابة الله تعالى عليهم ممن هاجر قبل قد سبقه إلى ذلك المكان فلما رأاه رجل من يهود عرفه فصعد على أطم من أطام المدينة وقال يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون يعني حظكم فسمعت في المدينة الرجة والتكبير الله أكبر جاء رسول الله ثم إنه صلى الله عليه وسلم أقام في قباء الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة على ما نختار قبل أن يؤم الناس في الجمعة قبل أن تزول الشمس ترك بني عمر بن عوف ومر على أبناء عمتهم بني سانب بن عوف فدعوه فما أحب أن يفرق بينهم حتى لا يمتاز بني عمر على بني سانب وكلهم أبناء رجل واحد على إخوانهم لمجد الدهر أن نبي صلى الله عليه وسلم بقي عنده فقبل أن ينزل في بني سانب بن عوف ليصلي الجمعة فقط فكانت أول جمعة صلىها صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في المدينة وقباء أسسه صلى الله عليه وسلم وضع لبناء فتبعه أبو بكر تبعه عمر قال الله لمسجد أسلس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه فمكث في بني عمر بن عوف من الاثنين إلى الجمعة ثم مكث في بني سانب بن عوف بعد أن تجاوز الوادي الذي صلى فيه الجمعة واتى على المدينة تأتيك ثنية الوداع الجنوبية على الصحيح فتي كان يودعون عندها الذاهب إلى مك هنا خرج الناس والاستقبال لأن في الأول لم يكن الناس يعلمون أنه قد أتى أتى فجأة يعني تحديد الوقت لكن لما قام عليه الصلاة والسلام وانبعثت به راحلته من بني عمر بن عوف علم الناس أنه سيدخل المدينة فصل الجمعة ثم دخل المدينة صلى الله عليه وسلم قال أنس دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فانار منها كل شيء والصبية والولائد والغلمان على أسطح المنازل يقول بعضهم لبعض الله أكبر جاء رسول الله الله أكبر هذا محمد وسمعت في المدينة الرجة والتكبير الله أكبر جاء رسول الله وقد بعث عليه الصلاة والسلام إلى أخواله من بني النجار يريد أن يكرمهم فجاء متقلد السيوف فريحين أن هذا الرجل الذي الآن كل القلوب تحبه أنه منهم وأنهم أخواله فأخذوا متقلد السيوف يحيطون بنقطع القصوى وهو عليها كلما مر على دار قالوا يا رسول الله أهلهم إلى العدد والعدة والعز والمنع يقول خلوا سبينا فإنها مأمورة ويحب أن يخالط الناس ولا يظهر شيئا من الكبر الذي لم يكن أصلا موجودا في قلبه فيقول وينظر إلى الولائد والصبية أتحببني فيقول نعم يا رسول الله فأنا والله أحبكم اللهم صلي وسلم عليه طبعا حق لهم أن يفرحوا بهذا المقدم الكبير هذا المقدم العظيم هو شرف ناله أهل ذلك الزمان والمكان بأن قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق لهم تلك الفرحة وحق لهم ذلك الشعور بمقدمه عليه الصلاة والسلام الآن هذا القدوم صاحب الفضيل الشيخ صالح من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم خلوا يعني الناقة مأمورة ففيه أيضا درس وفيه تعليم لهم منذ لحظة القدوم نعم هو لو جاز لأحد أن يبكي على شيء فاته في الدنيا قدرا يبكي الإنسان عن أنه لم يكن من أهل المتينة يوم الأقل أصل لها صلى الله عليه وسلم لكن نسأل الله لنا ولكم أن لا يحرمنا الفرحة بلقائه في الجنة صلى الله عليه وسلم كما أنه بهذا العطاء العظيم أحب أن لا يفرق الناس فلو قبل دعوة الخوس لقالت الخزرج ما لأهم علينا من أول يوم ولو قبل دعوة الخزرج لقالت الأوس ما لأهم علينا من أول يوم هذه الفائدة سمعتها من شيخنا الشيخ عطي محمد سالم وغفر الله له ورحمه وهي من كنوز العلم ولا أدل أهي علم ففأه الله عليه أم أخذها عن غيره المقصود أنه صلى الله عليه وسلم تحرج أن يقبل دعوة أحد وقال خلوا سبيلها أي ناقة فإنها مأمورة فإذا كانت ناقته تسير بهدى من الله فكيف به صلى الله عليه وسلم حتى بركت في موضع المسجد اليوم ولم ينسل ثم قامت وجعلت جولة ثم عادت إلى مبركها الأول فبركت فنزل صلى الله عليه وسلم وكان أبو أيوب قد وفق وأخذ متاعه صلى الله عليه وسلم ووضعه في داره فسأل عليه الصلاة والسلام عن رحله قالوا في دار أبي أيوب فقال صلوات الله وسلامه عليه المرء مع رحله فكان هذا نزول نبي الأمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مدينته المباركة